أقولوا أنه يعني عموماً أنت عندك ضغط مباريات هائل إحنا بنحاول نكيف اللوايح بالطرق مش إحنا كأهلي في المنظومة الرياضية المصرية اللي تحادل مصر يقول تقدم أنا مش بشوف أن التكييف بتعلقوا إحدى خلال السنوات اللي فاتت كان أفضل تكييف بشكل عام كنت شايف أنه في تدخلات تانية ممكن تتعامل لكن إنت كنادي أهلي أكتر نادي متضرر من نسق المباريات طول الوقت طول المواسم ولو في لقب أو اتنين فقدتهم على المستوى المحلي فكان ليهم مرد جبير قوي أنك بتتضغط في الوقت ده طب ولو في خسارة لقدر الله إفريقية بتبقى دايماً جاي من ماتش ثلاثة أيام مسافر آخر الدنيا متصاب لك ثلاثة أربع لعيبة ثلاثة أربع درقم رفاهية حينما بتصاب لك بالحد عشر والاثناشر والتلات عشر لعيب زي ما دخلنا كاس العامل عندها النسخة قبل اللي فاتت الماتش منتيري فأعتقد أنه يعني الأهلي في الوقت ده يعني بدأنا نتعود على أسوأ الظروف وعشان اللعبة دي رجالة بتعرف تطلع منها طول الوقت حقيقي حقيقي والجيل ده في الحاجات دي والضغط اللي اتعرض له جيل عنده إمكانيات كتيرة جدا نكبت أنه لعب تحت الضغوطات وعشان كان إن شاء الله واسقين فيهم في الفترة اللي جاء بإذن الله أنا لسه كنت بقول لكم على مباراة الصفاقسي أو الترجي والصفاقسي تهد بالتعادل الإيجابي ما بين الفريقين في الدورة التونسي